السلام عليكم يا شباب الفيديو ده بخصوص اضافة جديدة هتضاف في السيزون 14 او في التحديس الجديد اللي هو 0.19 تمام الاضافة دي خاصة بلقب او هاشتاغ خاص بالرويال باس تمام اول حاجة هنم نخش هنا على البروفيل بتدوس على كلمة ادت حالينا هنم في نسخة البيت تحديس 0.19 او التحديس الجديد اللي هنزل عندنا في النسخة العالم يوم 7 تمام هتدوس هنا على ايدت هتخش على التايتلات هتنزل للاخر هتلاقي في حاجة جديدة تضافة اللي هي رويل باس سبورتر تمام فلو ما نزلش في التحديس الجديد هينزل في الرويال باس اللي هو سيزون 14 تمام فالهاشتاق ده عبارة عن رويل باس سبورتر يعني لغاية دلوقتي ما نزلش عنده اي مشون او اي هاشتاق انك تقدر تعرف ازاي تعمله بس هو مكتوب اللي هو يعني هو ممكن بترجمتها كده ان انت بتبعت الرويال باس لحد يعني لغاية دلوقتي ما فيش اي كلام مثلا او مشون موجودة انك ازاي تقدر تجيب التايتل ده بس هو احتمال ان انت ممكن تجيبه عن طريق ان انت تبعت الرويال باس لحد او حد يبعت الرويال باس المهم ان هي تبقى بترجمة الكلام كده يعني ده الترجمة بتاعته ازاي تجيبه يعني بس حاليا لما ينزل عندنا هنعرف ازاي نعمله تمام بالنسبة ان هي افاترات جديدة او صور شخصية جديدة تقدر تجيبها من الكلان الصورة دي لازم كلان اعلى من الليفل خمسة عشان تقدر تجيب الصور دي حاليا موجودة في الكلان خلين روح الكلان في الشوب هنا فيه لازم يكون الكلان لفل خمسة فيه الصورة دي وفيه الصورة دي تمام احتمال دي اللي خاصة بالشير بارك اللي هي الاموجي او الحاجة اللي بتتضاف تمام وفيه ميشونات جديدة تضافت هتنزل عندنا في التحديد الجديد اول حاجة اللي هي الخاص بالقرينة او اللي هو المودل مكتبة الجديد اللي هنزل عندنا اللي هو المود المكتبة مودال المكتبة ده تمام اول حاجة بيقى انك تقتل ثلاته بالال9 في المود القراين challenges بعد كده 10 بعد كده 20 وبعد كده 50 تمام فكرة المود بنا ان انت بتستخدم في المود ده 18 سلاح او ار اصلحة كناص اصلحة او شاملي اي اصلاحة لموجودة تمام وتفضل توصل لغاية تبدأ بالاقر بعد كده بعد كده تقلب مسلا جروزة لغاية ما توصل مسدس بعد كده اخر سلاح بتمسكه اللي هو سلاحة 18 بيبقى طاصل المفروض ان انت تقتل بها اخر واحد في الجيب عشان تكسب اللي بيجيب 18 كل الاول هو اللي بيكسب فبالنسبة دي الاخر كل في الجيب المفروض ان انت تجيب خمسين مرة عشان تاخد اللي هي الصندوق كلاسيك وهيبقى في ثلاث كوبونات واللي هي خمسين قصيمة اي جي تمام هنا في اللي هي الخاصة بخريطة ليفك الجديدة هنا الخريطة الجديدة اللي هي مفروض هنا سكرت ماب بس هتنزل عندها باسم اللي هي ليفك المفروض ان انت هنا تكسب ثلاث ماتشوت عشر ماتشوت اه بتاخد خمسين هنا برضو عشرين بتاخد ثلاث خصائيم خمسين بتاخد كوبون كلاسيك وعشرين نقطة انجازة تمام هننزل على تحت فيه تاني ده هنا ما تضافش حاجة ولا هنا تمام هنا خاصة باللا دي بتقلي جديدة دي احتمال خاصة بالكلان دي ما بتعمل اللي هي وكلي بتقلي حاجة تضاف الكلان جديدة او ممكن اللي هي المشون الاسبوعية الخاصة بالكلان بتعملها لمدة اسبوع لمدة خمس اصابيع عشر اصابيع هنا بتاخد ثلاث كوبونات تلاتين قصيمة التلاتين اسبوع بتاخد اللي هي الكوبون الكلاسيك تمام هنا مفيش بتقلي علاء دي جديدة برضو يعني مش عارف والله بالتالي للتحديث دي اللي هي خاصة بالبادج الجديد اللي هيتضاف او الهنا البادج الخاص بالاس في هنا بتخش على اسمك هنا في علامة تتفهم جنب الاسم في بادج جديد هتضاف يعني هيتضاف جنب اسمك علامة الاس او مش او كراون فالانجاز ده ممكن خاص بيها لكن لما تنزل عندنا في النسخة العالمية هنعرف هي اي اكتر بس دي خاص بكل الانجازات اللي نزلت جديدة وبالنسبة اللي هاشتاج الجديدة اللي هينزل عندنا اللي هو الخاص بالرويال باس لو منزلش مع التحديث اللي سينزل ما رويل باس جديد اللي هو رويل باس صبر تر